اشتركوا في القناة نيرون يعني بالزبط نيرون يعني يعني باهدل المسيحيين بشكل غير عادي وقدمهم للحيوانات المفترسة وكان بيقتلهم وكان بيحط عليهم قار ويولع فيهم ويحطهم على صلبان وكان يعني حتى انه هو من قمة اضطهاده طلع عليهم اشعر ان هم حرقوا روما وهما لم يحرقوا طبعا روما عشان كده الناس كانوا بيتهدوهم بزيادة لكن انا بكلم على وضع الاقباط حتى جوه مصر بما ان احنا بنتكلم على دير الانبا سامويل هتلاقي من عندك من العصر الحديث من اول العصر الحديث من اول ستة نوفمبر سنة 72 اللي هي حديثة الخنكة لغاية العصر لغاية هذه اللحظة وحنا في نوفمبر برضو يعني بقالهم حوالي ستة واربعين سنة ستة واربعين سنة بيتهدو في مصر ستة واربعين سنة بيستهدفوا استهدفوا واضح يعني احنا بكلم على الميديا اوضح بتصور يعني بنشوف الحاجات على الميديا في هاي الايام اسرع بس اكيد في اضطهاد كان قبل ستة واربعين سنة طبعا كان فيه بس احنا بنتكلم العصر الحديث انا بنتكلم على العصر الحديث العصر الحديث ابتدى من حدث الخنكة الى هذه اللحظة وابتدينا يعني يعني على مستوى العالم الاضطهاد ضد المسيحيين وضد الكنيسة وعشان كده اتعمل فيه يوم اسمه اليوم العالمي للصلاة من اجل الكنيسة المضطهدة يعني ده موجود يوم اربعة في نوفمبر لسه كان شهر ده اربعة من كم يوم فاتوا كان اليوم العالمي للصلاة من اجل الكنيسة المضطهدة طب ليه تعمل اليوم العالمي للصلاة من اجل الكنيسة المضطهدة لان الكنيسة بتضطهد الكنيسة مستهدفة على مر العصور والازمنة ولكن الله امين لانه يحول اللعنة الى بركة يعني كل ما بيضطهد كل ما الانجيل والبشرة بتمتد وتنتشر ونشكر ربنا ان احنا مش مجرد ناس عندها امال في ان هي تعيش في الجنة وكلام اللي هو بيقولون المسلمين لكن احنا عندنا يقين في الابدية احنا عندنا علاقة بالرب تضمن لنا اليقين في الابدية هنغمد عيننا هنا ونفتحها معاه في الابدية معاه للأبد اشتركوا في القناة